مرحبا فيكم حبايز ببرج الحمل. اكتر اشتقتلكم بحبكم. اليوم رح تكون قراءة توقعات لاهم الامور اللي ممكن تكون يعني بشكل عام. فخلينا نشوف برج الحمل. شو اكتر شي مسيطر على هاي الفترة. الباين ورق اه حلو. خلينا نسحب عشان. بيقول لك لبرج الحمل يعني يكون حقيقي بالنسبة اه لالك. اه وكأنك يا برج الحمل الك فترة اه ما عم تتواصل او ما عندك الوقت عشان تتواصل مع روحك الداخلية مع طاقتك الكاملة اللي جواتك. اه بيقول لك كون حقيقي مع حالك. يعني وكأنك عم بتكون بعيد. اه عن عن نفسك عن حاجاتك حاجياتك. اه عم بتفكر يمكن اه باللي حواليك. هلأ بنشوف الورق شو بيقولنا. اه بس بيقولنا انه ما تضحك على حالك. هذا الكرت بيقول لبرج الحمل ما تضحك. اه على حالك. يمكن في اه خبرية مو صح او امور اه كنت انت مرتب عليها شغلات. اه ما كانت اه صح. فا اه بيقول لك انه اكتر اشي اه كون بهاي الفترة حقيقي مع حالك وما تهم حالك في امور مش موجودة. وفعلا بالقراءات السابقة طلع لبرج الحمل كتير في عنده اوهام او اه خلينا نقول اكاذيب اه شغلات كانت اه تطلع بطريقه. وخاصة مع الشريك او اه شركاء العمل. اه خلينا نشوف شو ممكن يكون في بعقله الباطن. يعني مرة واحدة. ازا اه برج الحمل بس خلينا نشوف اه طاقته في هاي الفترة كيف اه رح تكون معقولة تكون اه طاقة برج الحمل بما انه تعبان اه اه له فترة. طاقته لبرج الحمل بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو مش مقدام اه ما رح يكون مقدام بهاي الفترة وانه ياخد اه خطوات رح يكون شوي اه خلينا نقول بدرس كتير الخطوات وهاي عكس طبيعة اه برج الحمل. برج الحمل اه الشي اللي مقتنع فيه و اه وحابه يعني بيعمله بسهولة بياخد القرارات بسهولة. وانسان مسؤول يعني. بس بهاي الفترة رح يكون متحفز. اه في فترة ثلاث اشهر رح يكون اه في دور المتلقي. اه خلينا نقول ما فيه مبادرات اه فيه خوف من موضوع اه معين. اه رح شوي يعني ياخد خطوة للورا. بالنسبة لطاقته. اه عنده شعور اه بي خلينا نقول بالانعزال اه او انه اكتشف اه رح يكتشف موضوع اه معين يخليه يبعد عن الاجواء. عكس طبعا كمان اه خلينا نقول عكس اه طبيعة برج الحمل. برج الحمل يعني بيحب كتير اه يكون اجتماعي وكزا. اه بهاي الفترة رح يكون اه طاقته عبارة عن انه رح ياخد خطوة للورا. رح يستنى من الاطراف الاخرى هي اللي تبادر. اه رح يكون اه بعيد نوعا ما يعني بيحاول يختفي اه شوي من الاجواء او من اه يعني بشكل عام. اه مو شرط مع الشريك اه او مع الحبيب اه او العاطفة بشكل عام. اه حتى بالحياة الاجتماعية انا شايفة من الورا انه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة. اه بده يكون لحاله خلينا نقول اه فترة اه يعني اه تأمل اه فترة شوي زعل عم يزعل وعم يفكر في اشياء اه سابقة اه مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه اه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده اه جلد الذات اه هاي الفترة كتير كبير فزعلانا انا بن برج الحمل لش عم بيفكر بهاي الطريقة اه عم بيعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب اه واقفة في فرص قدامه عم بشوف في فرصتين قدامه لبرج اه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية اكتر من العاطفية. اه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن انه اه يطلقت بوحدة منهم. على فكرة في وحدة منهم كان له فترة اه طويلة عم بيحكي حدا او عم بيحاول اه خلينا نقول اه يتواصل مع اه حدا مهم حدا مسؤول اه علشان يزبط له هذا الموضوع. اه بس انا شايفة في هذا في هذا الوقت في الثلاث اشهر هدول معقول كتير خاصة بالشهر التاني. اه خلينا نتفق انه الثلاث اشهر هم تمانية تسعة عشرة. اه بشهر تسعة معقول كتير انها تتبلور هاي الفرصة وتكون اه بين ايديك لبرج اه الحمل في فرصتين راح تختار الفرصة اللي من اه واحدة منهم. فعم بشوفك كتير اه يعني من بعد اه التعب كتير عم بتكون اه مبسوط. اه من ناحية العمل ايضا في الترقي في العمل في اه فكرة جديدة كنت لك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة راح اه يعني راح تطبق هذا الموضوع اما يكون اه ريسيرج او انا شايفة فكرة موضوع فيه ابداع فيه فن فيه يعني مشروع خلينا نقول اه على الصعيد العملي راح اه يتبلور في هاي الفترة ورح يعني كيف برج الحمل راح يلمع نجمه اه في هاي الفترة. اه من الناحية العاطفية اه عم بشوف برج الحمل عم بزعل اه على اه خلينا نقول على الشريك او في شوية زعل مع الشريك مع انه مش مبين انه في اه انا بحكي بشكل عام اه يعني اه مشرط منفصلين او اه او او على علاقة بشكل عام اه اه الشريكة عم بيكون شوي بعيد اه عم بيكون مع حدا تاني اه فيه اه فرصة تانية راح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا اه اه لبرج الحمل حتى العزاب اه منهم والمنفصلين كمان راح تكون فيه اه فرصة كتير حلوة اه شخص اه خلينا نقول على تناغم على هارموني اه معك اه بس انا شايف فيه جمعة يعني فيه فيه جمعة حتتعرف اه عليها فيها على هذا الشخص اه الجديد اه راح يكون شوي شبهك لبرج الحمل اه بتحسوا انه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول اه للمنفصلين من برج الحمل شايف هاي الفترة فيه كتير احتمال كبير انه يصير اه فيه اه مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل اه مع انه انا شفت انه اه طاقتك هاي الفترة اه ما اخذ خطوة لوراء وما عم تكون اه مقدام او ما عم تعطي اه خلينا نقول خطوات لكن انا شايفيتك بالوراء اللي سحبنا انه انه انت معقول انه تاخد خطوة ناحية اه الحبيب وشايفه حتى اللبس نفسه حتى الافكار راح تكون كتير متقاربة اه الحبيب راح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفه عم بستنى بفارد الصبر لحتى برج الحمل اه يحكي معه اه يعني حلو كتير اه شايفه في كتير اه تناغم هاي الفترة بيناتكم اه شايفه انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا اه لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع اه مع الشي اللي بدنا اياه ولكن شايفه انه اه هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا احكي الاشخاص اللي اه واقفين في طريق هاي العلاقة راح شوي خف اه دورهم شايفه فيه لقاءات اه متعددة لبرج الحمل مع الحبيب اه حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل اه اه بكل الحالتين اه راح يكون فيه تواصل حلو كتير هاي الفترة اه تناغم اه فيه ترابط اه روحي اه فيه اتفاق على اه امور كان قبل اه عم بتشاجروا عليها عم بتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير اه فيه خلينا نقول اه تتفقوا مع بعض اه راح تعدوا راح تتفقوا مع بعض اه الشخص اللي اه كتير كان ماخد موقف من برج الحمل راح يكون اه خلينا نقول اه راح يكون اقل حدية من الفترة الماضية شفنا الشريك بالقراءة الماضية شريك لبرج الحمل كان على يعني حدية وعلى اه عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها راح يكون فيه اه الي هو لين من الطرفين. الطرفين راح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو. فعاطفيا عم بشوف كروت كتير حلوة لبرج الحمل اه شايفة فيه يعني انتو التنين راح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف اه يعني كان واقف اه موجود اه بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة اه عم بشوف اه شريكك يا برج الحمل متلقط فيك يعني وكتير شريك اه ففيه تبادل مشاعر عم بشوف اه من برج الحمل ومن الطرف الاخر عم بشوف نفس اه الاقبال او نفس الحب اه نفس اه الافكار بالفترة اه الجاي شي خلو كتير اه بالعقل الباطن لبرج الحمل اه راح يكون كتير مترقب وعم يفكر ب اه موضوع معين ان كان على الصعيد العملي او العاطفي اه او حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع راح يصير بالزبط متل ما بدك في الشهر التاني اللي هو شهر التسعة اه راح يكون اه خلينا نقول متبلور او موجود اه متل ما بدك وزيادة مبين انه اه راح هيصير في خلينا نقول اه اللي هي تسهيلات اه لهذا الموضوع انه يصير اه عم بشوفك يا برج الحمل متخوف كتير من هذا الموضوع ولكن اه شايف انه خوفك مش بمحله ابدا اه بالنسبة لل طلعت لك اه بيقول لك عبر عن حالك اكتر اه يعني حتى قدام الاشخاص اللي ما بيعرفوك قدم احلى اه ما عندك هاي الفترة لانه يعني مبين من الطاقة ومن الاوراق انه اه راح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل اه حتى الصحة عم بشوفها اه رايحة من اه مكان كتير صعب من مكان كتير اه خلينا نقول اه صحة ما كانت اه اوكي ممكن الصحة الصحة النفسية مش شرط اه بس اه عضويا اه لكن رايحة للمطرح الحلو شايفي عم تهتم منيح بمصلحتك اه بصحتك اه اه ايدنتي بيقولك انه كون انت على قد اه ما تقدر اه كنت بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتحاول ته اه ترضي اطراف كتير اه ساعة بدك ترضي فلان وساعة بدك ترضي فلان والشريك من جهة والشغل من جهة اه لا بيقولك انت عبر بس عن اه شخصيتك وعن هويتك اللي انت اه يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبره خلي العالم اه تشوفها ورح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية برج الحمل عم بشوفه كتير عم يهتم في حاله من بعد فترة شوي اهمال اه 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 وخاصة بنات اه الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم اه رح يكون في تغيير بالستايل يمكن اه اكتر اشي وبيقولك كون صريح كتير مع حالك ازان اهم اشي اه انت يا برج الحمل بهاي الفترة اه خلينا نشوف اوراكلز اه بيقولك انه نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالوراء اه بيقولك انه الشغلة اللي كنت رسم عليها اليك فترة اه طويلة او حلمك اه ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن اه بدون يعني تحريك منك وفعلا طاقتك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما في اللي هو مبادرات او ما في خلينا نقول اه وكنه يعني برج الحمل مل كتير من المبادرات مل كتير من انه يحرك هو الامور بس بالفترة الجاي رح يكون شوي جامد اه وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه ازا حكيت رح تسعل اه ناس كتير فشايف اه يعني كروت حلوة عم بقولك اه انه انت بتقدر انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك يا اللي قلنا عنه اللي اه عم تحلم فيه الى فترة اه طويلة ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفترة خلينا نشوف نصيحة لبرج الحمل في هاي الفترة عم بشوفك يا برج الحمل اه عم اه او هو بنصحك اه الوراء انه اتجمع معلومات انه تأول اسكيلز اللي عندك اياهم اه يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او شراكة ممكن تفكر فيها اه رح تتبلور بهاي الفترة ولكن بيقولك علشان تكون انت على اتم استعداد اه على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع اه لازم تأوي شوي الاسكيلز اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات اه اللي خلينا نقول المشروع محتاجها اه وكمان انا شايفة بالوراء فيه شريك بالعمل او فيه شخص ممكن تشتغل معه اه مو شرط اتنين انت فتحوا شركة ممكن تكونوا على نفس البوزيشن بالشغل اه الجديد اللي قلنا عنه او بالقديم حتى اه فبيقولك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشغل اه لانه يعني فيه شغلات رح تكون مخفية عنك فحاول انك اه اه تدور على على اكتر اه يعني معلومات ممكنة اه في هاي الفترة نشوف الرومانس بقولك علشان تاخد قراراتك اسأل نفسك اه اه شو الاكتر طريقة ممكن انك توصل فيها لا اه الغرض الالهي او خلينا نقول اه اه انت عم تكون شوي بعيد يا برج الحمل عن اه الغرض الالهي من وجودك اه او اه ام يعني ربنا لكل شخص اه باعته اه فيها الدنيا يعني علشان يعمل رسالة معينة احيانا بيكتشفها الشخص وبيعملها فعلا احيانا بيعيش الشخص وبيموت وما بيعرف شو هاي الرسالة اللي مطلوب منه انه يقديها او الغرض الالهي فبيقولك فكر في هذا اه الموضوع يمكن من ناحية اه ممكن انك اه تساعد الناس ممكن اذا عندك اه خلينا نقول اه قفت اه من ربنا انه اه تشافي الناس او تسعد الناس اه اه قوم بهذا الاشي بيقولك بس ركز على هذا الغرض اللي انت اساسا مخلوق علشانه يا برج الحمل اه ما تضلك يعني كتير مشغول في امور الحياة الامور اليومية والحياة اليومية كون خلينا نقول اه شوي تقعد مع حالك اه تعرف اه كيف تسمع لعقلك الباطن اه شو بيطلب منك اه شو انت بتعطيه شو هو بيعطيك فهون عم بيقولنا كمان انه افرح اه انبسط اه كيبت كرفل اه يعني بيقولك يعني يخلي العالم من حواليك ملون افرح انبسط بيكفي الحالة اللي انت كنت عايش فيها اه لك فترة اه وال والعزلة اللي بتحاول هذا الشهر انك تنعزل اه رح تحاول انك تنعزل في هذا الفترة لانه طلعتنا طاقتك اه يا برج الحمل اه عم بتحاول انعزال فبيقولك لا اه بالعكس اه خليها كلها الوان اه من حولك والحياة حلوة رح تكون فا اه لا ما ما بيحتاج انه تنعزل برج الحمل كون اه على تواصل مع اللي حواليك اه اللي حواليك هم اللي رح يخففوا عنك وخاصة اه الشريك لو كان في اه شريك بيقولك الاشياء اللي انت حضرتها او عملتها او تعبت عليها من اه قبل اه رح تكون الاوتكام او اه اه الوفرة اه رح تكون موجودة في الفترة الجاي نتيجة اه ثمار هذا الاشي اللي انت تعبت علشانه اه طبعا هذا الاشي ممكن يكون على اي صعيد يعني مو شرط يعني ممكن عاطفة عمل كذا اه كل واحد بيعرف اكتر بزروفه لكن بيقولك النتائج رح تشوفها اه بهاي الفترة وشايفيتك طالع فوق عند الامار و اه يعني حياة ملائكية رح تكون هاي الفترة اه ان شاء الله يعني كل الورق اه طلع حلو لبرج الحمل فما في داعي اه اه لزعل يا برج الحمل ولا الانعزال اذا كنت ناوي تنعزل فبالعكس الورق بيقولك ما تنعزل لانه احلى الفرص ممكن تجيك هاي الفترة شفنا فرص فيه بالعمال بالعاطفة شفنا الصحة حلوة الحمد لله فما في ابدا يعني مبرر انك تكون زعلان الا اذا كنت نكدي الا اذا انت كنت عم بتدور على اه الزعل هاي الفترة بيقولك انه رح تلاقي الوضوح اكتر بالهدوء يعني حاول تخلق جو شوي هادي من حواليك اه زي ما قلنا قبل شوي اه حاول تخلق اه جو من التسامح اه السامح هاي الفترة يا برج الحمل شفت انه فيه بالقراءات الماضية فيه ناس غلطوا في حقك وكذا فبيقولك انه التسامح هو اه الحل اذا اه بينصحك بالهدوء والتسامح والنقاش بخلينا نقول بي اه بيروية بدون اننا نعصب اه احنا بنعرف برج الحمل شوي منفعل شوي عصبي فهاي الفترة لا بنصحك انه اه الامور عشان تتوضح قدامك اه والحقائق تظهر والاوهام اه او الاكاذيب تنكشف لازم انت تكون كتير هادي اذا كنت عصبي على العكس تماما ما رح تكتشف اشي ولا رح اه يكون فيه فرصة حتى انك اه 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 اتصالح الحبيب زي ما قلنا او اه انك تتلقى اي شيء فبيقولك وكأنه بيقولك اعمل ميديتيشن اعمل اه حاول انك اه تخلق اجواء هادية اه من حواليك الامل موجود وبرضو هذا الكرت يعني خلينا نقول اه فيه كتير امل فيه كتير تواصل روحي رح يكون بينك وبين اشخاص معينين يعني ترابط روحي اه رهيب واذا بعتت اه مسجات اه او تخاطر او مسجات روحية رح توصل اه كتير منيح في هادي اه الفترة اخر شيء لبرج الحمل بيقولك خليها على الله يعني اترك الامور اطلقها من من تفكيرك من طاقتك طاقتك عم بتكون شوي منخفضة هذا هاي الفترة فبيقولك اه يعني وكأنك يا برج الحمل عم بتشيل كل الهموم او في احمال كتير او مسؤوليات كتير على راسك فبيقولك اتركها على الله وهي بتنشي لحالها والكروت كلها مبشرة فلشو لشو الزعل ما في داعي انه نزعل اه وعشان ترفع طاقتك اه يا برج الحمل اه بدك ميداتيشن بدك اه خاصة ميداتيشن يعني ممكن يكون كمان باجواء الطبيعة ممكن تكون اه حلو كتير اه لقلك بهاي الفترة اه ممكن اللي هو التخاطر مع الحبيب رح يفيد كتير حتى التخاطر مع اشخاص اخرين على صعيد العمل ممكن انه يفيدك وممكن انه اه تحصل من ورا على فوائد اه معينة اه هاي الفترة رح يكون في عندك صفاء ذهني خلينا نقول بشكل اه رهيب بشكل كبير اه ممكن انه تستغل هذا الموضوع في انك اه ترسل مسجات روحية للاشخاص اللي بدك اياهم وليكن مسؤول في العمل اه او الشريك او اي ايا كان اه وهاي المسجات رح توصل لانه طاقتك رح تكون كتير هادية رح تكون عكس ما كنت اه او عكس طبيعتك اه يبرج الحمل عكس طبيعتك رح تكون بالفترة الجاي او انت رح تحاول تكون عكس طبيعتك لانه يمكن لانه شفت انه طبيعتك الاصلية او كيف انت بتتصرف اه ما عم يجيبلك النتائج اللي بدك اياها شايفيتك عم بتحاول تتغير شوي بتفكيرك اه وبالامور اللي كنت تتفكر فيها بخلينا نقول one way باتجاه واحد بطريقة واحدة هلا عم بشوفك بتفكر بالموضوع بطريقة وثنتين وثلاثة واربعة فكروت كتير حلوة لبرج الحمل اكتر شي الطاقات اللي مبينة عندي ترابية مائية نارية هدول اكتر وبرضو فيه هوائية يعني كل الابراج لكن اكتر هم اه المائية والترابية المائية والترابية هم اكتر اشي اه مبين وبرضو فيه هوائية خلينا نقول بنفس القدر اه فاللي عم تتعامل معاهم اكتر اشي عم يكونوا من هذا من هاي الطاقات اه على فكرة يا جماعة الطاقات يعني مو شرط تكون برج الشخص الطاقات ممكن تكون طاقتك انت يعني طاقتك اه ممكن احيانا انت تكون حمل اه طاقتك تكون في فترة من الفترات هوائية اه عم بتكون مزاجة شوي عم بتكون مبدع شوي عم بتكون يعني صفات الابراج الهوائية فالطاقة مختلفة شوي عن الابراج بس ممكن تاخدوها طبعا كبرج فالطاقة مزارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر